أنهت البرصة المصرية تعاملت جلسة اليوم بداية جلسة الإسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط أحجام تداول منخفضة وربح رأس المال السوقي مليارين وخمسة عشر مليون جنيه يغلق عند مستوى سبعمائة واثنين وخمسين مليار واربعة وستين مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إيجي إكثيرت اليوم بنسبة أربعة واربعين من المئة في المئة وأغلق عند أحد أشر ألف وستمائة وتسع وثمانين نقطة أيضا ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس سبنتي بنسبة واحد وخمسين من المئة في المئة وأغلق عند ألفين ومائة واربعين وسبعين نقطة امتدت أيضا الارتفاعات لإيجي إكس هندرد الأوسانة طاقا وارتفع بنسبة واحد وستين من المئة في المئة وأغلق عند ثلاثة ألف ومائتين واثنتين عشرة نقطة أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقضى المؤشر السعودي المكاسبة وصعدت أسعار النفط الخام المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات يوم الجمعة وسط ما خوف مستمر من تعطل الإمتادات وعلى سعيد المؤشرات صعد مؤشر السوق الرئيسي التاسي بنسبة 51% ليغلق عند مستوى 12204 نقاط كما ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 49% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة كما قفز مؤشر السوق الأول للبورص الكويتية بنسبة 11% ليغلق عند 8045 نقطة وننتقل مشاهدين إلى أسواق العملات حيث سبعينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي سعر الشراء وصل إلى 15 جنيه 64 قرشا عن سعر البياء 15 جنيه 77 قرشا بالنسبة لسعر اليورو سعر الشراء 17 جنيه 91 قرشا سعر البياء 18 جنيه 6 قرش نصر الجنيه الاستريني سعر الشراء 21 جنيه 16 قرشا سعر البياء 21 جنيه 35 قرشا نبدأ بالعملات العربية بالنسبة لدلهم الدرهم الإماراتي والذي وصل سعر اليوم 4 جنيهات 25 قرشا وسعر البيع 4 جنيهات 29 قرشا وبالنسبة للريال السعودي 4 جنيهات 17 قرشا وسعر البيع 4 جنيهات 20 قرشا في أسواق المعدن النفيسة حيث استقرت أسعار الذهب عالميا مع توقف التداول على الذهب في البلصات العالمية مسجلة 1807 دولارات لأوقيا أما على الصعيد المحلي فاستقرت أسعار الذهب محليا بالتزامن مع الإيجازة الأسبوعية لسوق الصغة حيث سجل عيار 18 نحو 679 جنيهات وعن عيار 21 793 جنيهات أما عيار 24 وصل سعر اليوم إلى 906 جنيهات وأخيرا سجل الجنيه الزهب سعر وصل إلى 6340 جنيهات